السلام عليكم وصفتنا اليوم هي صنية سمك بالبطاطس تابعوا الفيديو الاخر علشان تعرفوا الطريقة والاكلة دي لذيذة جدا وفي نفس الوقت سهلة وسريعة لو اول مرة تشوفوا القناة اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد ينزل على القناة و الفيديو ده لو عجبكم او استفدتم منه ضروري جدا تضغطوا لايك او اعجبني علشان هو اللي بيرفع من الفيديو وبالتالي عدد كبير من المشاهدين يقدروا يشوفوه ويستفيدوا منه وكمان هعمل معاكم طريقة الارزب الشعرية اللي قدمتها مع الوصفة دي انا هاشرح لكم بالضبط اللي استخدمته في الوصفة وعملتها ازاي في البداية عندي بصل قطعتم كعابات صغيرة زي انتم شايفين بالشكل دوت ونزلت على البصل بالملح والبهرات فلفل اسود كامون كسبرة نشفة شوية بابريكا كركم او بهرات سمك وبعد كده كركم او كاري اللي هي البهرات السمك وبعد كده دعت البصل مع التوابل والبهرات دي كويس جدا الخطوة دي مهمة جدا في تدبيلة البصل بتدي طعم جميل جدا بعد كده قطعت بطاطس حلقات بالشكل دوت ويفضل ان البطاطس الحلقات تكون كلها نفس السمكة زي ما قلتلكم علشان تاخد نفس درجة التسوية وتطلع كلها معاكي في النهاية اخدى نفس التسوية وتكون طعمها حلو بعد كده قطعت شرايح طماطم ممكن كمان تقطع شرايح فلفل وبعد كده بعد ما تقطع كل دول على بعضهم تقوم خلطة كل اللي بي البطاطس مع الطماطم مع حلقات الفلفل كلها مع بعض عشان تتبل بنفس تدبيلة البصل الخطوة اللي بعد كده وهي ان معايا السمك متنظف ومخسول بطراءة كويسة جدا وانا بخسل السمك بدعاكو شوية بالملح علشان ينزل منه اي زفارة ويكون لونه ابيض وشفاف بالشكل دوت بعد كده ببتدي اروس السمك في الصينية فوق البطاطس زي ما انتم شايفين بالشكل دوت الخطوة اللي بعد كده اني هضرب الطماطم مع فصوص من التوم في الخلاط بعد ما عمل عصير الطماطم مع التوم ببتدي انزل بيه على السمك اللي في الصينية بالشكل ده وبخلي طماطم مغطية وش السمك زي ما انتم شايفين كده وبعدين بنزل بمعلقتين كبار من الزيت بالشكل ده بعد كده ممكن عندك طريقتين يا اما تسوي الصينية للسمك بالبطاطس على البتجاز تسوية كاملة وبعد كده تدخلها الفرن تحت الشواية تاخد لون او الطريقة التانية ان انت تسويها بالكامل داخل الفرن طبعا لازم تغطي الصينية علشان تاخد التسوية المزبوطة وبعد ما تستوي هتكشفي الغطة تحت الشواية علشان تاخد تحمره من على الوش وتاخد اللون والشكل المطلوب هي كده خلاص استوت تمام انا سويتها على البتجاز وبعد كده دخلتها في الفرن تحت الشواية تاخد اللون المميز ده زي ما انتم شايفين بالشكل ده ودي كانت طريقة من طرق صينية البطاطس بالسمك وفيه طرق تانية هابقى اعملها معاكم في القناة الطريقة دي كان طعمها جميل جدا وخفيفة جدا على المعدة لان انا زي ما انتم شايفين عاملها كلها نايف نايف يعني حتى كل الحاجات مش مستوية مع بعضها وكلها اخدت نفس درجة التسوية زي ما انتم شايفين بالشكل ده اتمنى لو جربتم الطريقة دي تكتبوا لي في التعليقات ولو الفيديو ده لو عجبكم او استفدتم منه حتى لو بمعلومة صويرة ادعموني واضغطوا على زر اعجبني لكي يصل لاكبر عدد من المتابعين ويستفيدوا منه الخطوة اللي بعد كده اني او الوصفة التانية اني هعمل معاكم الارز بي الشعرية زي ما انتم شايفين بالشكل دوت بحط في الحلة قليل من الزيت بعد كده بضيف الشعرية لحد ما تحمره وتاخد اللون المطلوب عندي هنا الرز غسلته كويس جدا وصفيته من المية ده اللون المطلوب مني اللي انا عايزة الشعرية توصله يبقى اللون دهبي فاتح عشان اللون الدهبي الفاتح بيخلي الرز معاك محتفظ باللونه الابيض ما تخليش الشعرية اللون هيغمق منك لان الشعرية اللون هيغمق بالتالي بتخلي الرز لونه اغمق بعد كده بنزل بيه الرز على الشعرية وقلبهم معا بعض كويس جدا بالشكل دوت وغلف الرز كله الشعرية بيه المادة الدهنية اللي هي الزيت اللي انا حطها في الحلة والخطوة دي بيساعد انه الرز ما يطلعش معاك جننك بعد كده بابتدي اضيف المية ويقدر المية المزبوط لكل كبات رز كبات مية مع مراعاة لو فيه انواع من الرز ممكن تحتاج مية اكتر وفيه انواع ما بتحتاجش الا مية بسيطة وبيستوي بقى شكله تمام زبطي المية بتاعتك وبعد كده هضيف الملح في البداية بخلي النار مرتفعة علشان الرز يبتدي يغلي ويتشرب كل المية اللي في الحلة بعد ما الرز يبتدي يتشرب كل المية ببتدي يخلي النار هادية جدا على اهدى درجة حرارة وبيغط عليه وبسيبه لحد ما الرز ينضج تماما ويكون وصل لدرجة النضج المطلوب بالشكل ده الرز بالطريقة دي طالع جميل جدا جدا مش معجن ومستوي كويس جدا ولقو شكله ولونه حلو بالشكل ده اتمنى لو الوصفة عجبتكم بقول تاني اضغطوا لايك وشيروا الفيديو بين اصدقائكم واصحابكم وما تنسوش القناة من الاشتراك وكتبوا لي في التعليقات رأيكم في الفيديو دوت وشوفوا باقي الفيديوهات اللي في القناة ده الشكل النهائي للطبق قدمنا الوصفة بتاعتنا اللي هي السمك بالبطاطس مع الارز بالشعرية البطاطس مستوية جدا ومش مهرية محتفزة بشكلها ومستوية جدا وكان طعمها غاية في الروعة وكمان السمك جميل جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته